خلينا أخذك لحتة تانية يا شرقاو بمناسبة أنك إنت معايا قريب من مطبخ وصناعة القرار في نادي الزمالك نتكلم شواء عن انتخابات الزمالك والأسماء اللي بيتم طرحها في الفترة الأخيرة واللي أعلنت عن فكرة الترشح للرئاس الزمالك أنا شخصياً رأيك يا صبح عبد السلام أنا بقول لحد النهاردة لسه ما شفتش رقيش الزمالك اللي جاي تتفق معايا ولا تختلف وتقول لي رأيك في الناس اللي أعلنت إيه أنا متفق معاك في الرأي وشايف أن أفضل واحد لغد هذه اللحظة مستشار مرتضى منصور طيب في حالة وجود المستشار مرتضى منصور أعتقدها تبقى صعبة على أي منافس تاني على الناس دي هو اللي قدم لنادي الزمالك هو المستشار مرتضى منصور وأنا شايف أن في ظل الأوضاع اللي بيمر بها الرياضة الكرة المصرية حالياً ما ينفعش للمستشار مرتضى منصور والتجربة أثبتت أن الزمالك خسر كتير جداً 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 بإبتعاد المستشار مرتضى منصور عن نادي الزمالك أنت نادي الزمالك دلوقتي عندك لعبة اليد أنتو محدش بتكلم عليها ليه لعبة اليد ده الناس ماشي كلهم هي ده كل المشي اليد فيه 8 لعيبة أو 9 لعيبة يده وصلة وطايرة لا ده عودهم خلصة محدش معبرهم يعني سيبك بمتوع الكورة محدش معبرهم أنت موتجاهل تماماً القصة محدش عاد معاهم محدش حتى أديهم وعود شفاهية يعني طبهم دي وهنبقى نديك فلوس لا ده محدش مش مكترثين بالمسألة وبعدين أي حد عايز يرشح نفسه في نادي الزمالك طبعاً من حقه يرشح نفسه في نادي الزمالك بس يقدم برنامج انتخابي أنا كعضو جماعة عمية بس المسألة برنامج انتخابي يا محمد من قادر أعمل برنامج انتخابي عالمي لا بس ما أنا بقولك لكن العاقابل اللي بيقدم نفسه دلوقت الأعضاء الجامعة لأمية الزمالك زي أنت ما قلت في الأول ماذا قدمت للزمالك علشان أطلع الكارنية بتاعه وعديك صوتك ما هو هيجي يقولك هسأنا كنت مستبعد ومش قادر يقدم لنادي الزمالك مين مستبعد؟ هسأنا بقولك لا أنا بقولك لو هيتقال كده من بعض الأشخاص ولكن ولكن لو أنت عايز تنزل في انتخابات نادي الزمالك أديني البرنامج الانتخابي القابل للتنفيذ يعني ما تقوليش هسأنا هطلع الأمر هسأنا هعمل فرع في نادي الزمالك في المريج يكون برنامج قابل للتنفيذ وبناء على البرنامج الجميع العهمية تختار وبالمناسبة الجميع العهمية نادي الزمالك عندها من الزكاء ومن الفطنة والحكمة أنها تفرز الصالح والطالح مش محتاجة وصاية من حد أنا بقى بسأل الشرقاوي مش بسأل جماعة العمالية شايف مين أصلح لخياد الزمالك الفترة قلتلك منتظم نصور طيب ده لو دخل الانتخابات ماذا لو لا قدر الاسطبعد من الانتخابات واضطرت تختار منافس تاني من الأسماء اللي بتتردد محدش قال هو من حقه يا ترشح لأ أنا سألت المستشار محمود على السلف ومداخلة الحلقة اللي فاتت وقال مفيش ما يمنع لأ أنا بقول لك محدش أعلن محدش أعلن أنه هو عايز ينزل انتخابات الزمالك متحة العدل أعلن رسميا متحة العدل أعلن رسميا طيب إيه رأيك في أنه فكرة أنه من حد جاي من وسط الفني يكون رئيس وشايف أنه هو شخصية زمالكوية جميلة جدا ومحترم جدا وشخصية معروفة وراجل مخلص لنادي الزمالك بس أنا لسه برضو قعد أكام محمد الشرقاوي ما شفتش البرنامج الانتخاب اللي هيقدمه كل الناس بتحب نادي الزمالك ولكن أنت هتعمل إيه لنادي الزمالك هي الفكرة أنت هتعمل نادي الزمالك وبرضو يعني اتفق معك وبرضو عملت إيه لنادي الزمالك يعني الزمالك في فترة من فتحات كان بيعاني جدا حتى قبل مرتب Houiben لا يعانى العدل معروفة بمسندتها لنادي الزمالك في توقيت في توقيتات كتير مسندة مادية الزمالك كتير كان محتاج مساعدات مادية من جميل الزمالك من 2015 اللغات 2021 الزمالك ما كانش محتاج مساندة مادية من أي رجل أعمال لأن الأمور كانت مستقرة مادية جدا 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 داخل نادي الزمالي أنا أقول قبل فترة جلال إبراهيم المستشار جلال إبراهيم لما كان ببرع للنادي ولو بجني الحاملات اللي أعمالها دي وقبل جلال إبراهيم بس دي كانت فترة شهور أنا أصدر أنا كراجل أعمال زمالكوي أنا لو صبح عبدالسلام عندي مبالغ كبيرة أنا هروح أساهم أحل مشاكل لعيبة كانت بتيبشي وتسيب النادي وتروح الآن الفكرة مش فكرة برضو أنا ضد حكاية أن رجل أعمال هات مش عارف 10 جنيه هات 20 جنيه هات 30 يعني أن احنا نلم من رجال أعمال المفروض أن أنت كأدارة بتعمل يعني اكتفاء ذاتي مدي داخل النادي دا دلوقت الإدارة الحديثة لكن أنا بقول من 20 و 25 سنة كنت بتتاج من 20-25 سنة كان فيه شخصات تانية كان فيه شخصات تانية موجودة هي الفترة بس من 2004 وكان موجود الأستاذ ممضوح عباسه دا رجل أعمال يعني أنت هو مش محتاج أنه هو كان بيسلف النادي وعالف المشكلة بتاعت الـ 40 مليون جنيه طب وحزم إمام أعلم برضو حزم أعلنش حزم مما أعلنش أنه هو هينزل لانتخابات نادي